رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس جلالة الملك المفدة للقدرة وتحقيق استبل الرعود للمركز الأول للبطولة بمشاركة نخبة من فرسان مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وأكد سموه أن حضور جلالة الملك المفدة للبطولة يعكس اهتمام جلالته بدعم وتطوير رياضة الفروسية وسباقات القدرة معتبرا سموه أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي دليل واضح على أهمية هذه التظاهرة الرياضية المميزة مشيدا بالمشاركة الفاعلة لفرسان الإمارات في هذه البطولة وبينا سموه أن سباق أغلى الكؤوس بات يمثل أحد المعالم البارزة على خارطة سباقات القدرة في الموسم البحريني لا سيما وأنه يحظى برعاية ومتابعة من قبل عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الفارس الأول في المملكة كما أشار سموه إلى الدور البارز الذي يقوم به الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة ما ساعد على ارتقاء مستوى الفرسان المشاركين في المحافل الخارجية وأشهد سموه بما قدمه فرسان استبل الرعود وفرسان الفريق الملكي من مستوى فني رائع وهو جيل قاطع على ما واصلت إليه هذه الرياضة مؤكدا مواصلة الدعم لتحقيق المزيد للقدرة البحرينية كما ثمن سموه رعاية مجموعة جي اف اتش المالية للبطولة والذي كانت بصماته واضحة بما تحقق من نجاح أشهد به الجميع متمنيا لهم كل التوفيق وإلى كل ما هو في خير ومصلحة المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر